ورحمة الله وبركاته بسبب غياب العدالة أيمن يونس يهاجم الجبلية علق أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق على تصرفات اتحاد القرى المصري الأخيرة والتي فيها غياب تام لمبدأ العدالة هذه تصرفات والتي غاب عنها العدل والحياد وكل شيء يخص المنطق ليعلق أيمن يونس على هذا الأمر وعبر صفحته شخصية على موقع التواصل اجتماعي تويتر كتب أيمن يونس قائلا تتحدثون عن نفذ التعصب والتطرف وأنتم صنعوها بسلبية موقفكم وعدم التعامل مع الرأي العام باحترام وبعدم الجدية والقوة في تنفيذ اللواح بشكل عادل على الجميع عيب أين عقوبة القهرباء وأين الإجراءات التي تمت وعلى أي أساس يستمر اللاعب تجاهل المسؤولين للتوضيح أنا ليهم يا أيمن يونس أخيراً نطق فين باقي الرموز بتاعت الزمالك من اللي بيحصل في النادي ترجمة نانسي قنقر